السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة مع شفت الحمالي طبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة اخوكم الحماليس يحييكم جمعة مباركة ان شاء الله تجوزوا يومكم بالخير واللي هنا على فاليران نطول عليكم الغيباء الله غالب اسمحوا لي لدوروف مع الخدمة شغالت الله غالب هذا وين راني نوصله وين راني نحط لكم وصفات ان شاء الله الوصفات يكونوا يفيدوكم اليوم مش راح يعني مش راح هذا بزاف عائل خاصة الناس اللي بوساطة يعني اللي يحبوا يسترسقون وانتم ماذا لكم فدر تفرحوا به العائلة افلو تعالعوا لبلي رودا يرحالا في المقاهي وعند اصحاب الشعب تلتنوكات راح نديرو كارامل فارولا وشوكولا يعني راح نعطي لكم جميع الاصرار والنصائح وفي اخر الفيديو الناس اللي مهتمة بالمشارع راح نعطي لهم ممسعر وربي وفق كل واحد ان شاء الله هذا هي الفيديو تاع اليوم من عند اخوكم دحمان وسيتم منى توجر دعاوة تتعاكم وان شاء الله نبقى توجر الفيديو فيكم على بركة الله المهم انتم منى منكم كامل ديرونا لجام وفر جام وممتعة للجامح بسم الله على بركة الله هنا اول حاجة يعني العلب اللي راح نخدمه فيهم يعني رامي تباعوا عند اصحاب محلات اللي بيعوا لوزم الحلوية يعني الباكي هذا فيه 200 علب هروا يدير كيلي بيعوا ب40 كيلي بيعوا ب45 ألف يعني اصحاب المشارع راح يفيدكم وانتم ملي راكم في الدار يعني عادي تدبروا كشكيسان هكذا وتفرحوا لي العائلة كيف راكم تشوفوا هنا شريتان الباكي قلتم منو نزيد ندير لكم وصفات ان شاء الله راهم عندي افكار للمشارع ماذا بيكون توجر تدعونا وان شاء الله نفرحكم نروحوا للوصفة الاولى الوصفة الاولى راح تكون فلون بدوق الشوكولاتة واش راح نحتاجوا واحد لتر من الحليب يعني حليب بتاع شكاير عادي واحد لتر عندنا الزوج عولى بتاع فلون بدوق الشوكولاتة تبعوني مليح يعني الكيس الواحد فيها 50 زوج اكياس 100 غرام عادنا 50 غرام بتاع النشاء 50 غرام بتاع السكر واش نزيدو الحلوى ونزيدو 5 غرامات تاع الكاكاو يعني هذي طريقة سهلة مهلة هنا راح نحتاجوا الاصباتيول تاعنا ورح نحتاجوا الفوي اول حاجة في الكسرونا واش راح نديرو نحطوا هذيك الكمية تاع الفلون قلنا زوج اكياس في الليترها اتبعوا معي مليح واتبعوا النصائح كيفاش نعمروا الفلون تاعنا باش هذو كل عولي بتاع البلاستيك ما يدوقوا النشاء هنا بعد ما حطينا الفلون حطينا هذك السكرز نحطينا الكاكاو الخاليط يبقى مستمر بعد ما نشوفو هده برح نزيدو كمية عن النشاء قلنا 50 غرام هي اللي راح تعاولنا في الفلون تاعنا باش يجي الشاي دروحو وهذه هي المنطور راح يجي ابنين كاميرا كنت شوفو لك هل ما نديرو شا داك انشاء من بعد الفلون يتحطوه راح يتلقى هذك لما تعوي يعني انشاء هذة التوجون راح يعودنكم هكذا باش تخدموا المشاريع تاعكم ما شاء الله وبالنسبة اليامات تاع الفلون هذة شعالي شدي يشد من يومين يعني الماكسيموم تلت ايام هكذا تلت ايام ما تطولو شعالي فيه الحليب وفعلة فلون هذة هي دوك هنا راح نوجدو العلو بتاعنا اللي راح نديرو فيه ونحطوا الفلون تاعنا بفوق النار توجور النار هكذا تكون متوسطة الفوية تحريك مستمر يعني ما تغفلوش كامل على الخدمات تاعكم الفلون هذة راح يجبد له له صورتو كيفية انشاء راح يزدي عاون لاتكستور تاعو يعني راح يطلع بكل سهولة والنار ما تقويوش يعني بشو ما يشتش ملتحت وهنا كيمارا كيفية تشوفوه بعد ما نشوفوه يعني بداية يتقال كيمارا كيفية تشوفوه راح نجيبو له مغانس تاعنا راح نبدو نخلطوه غير اخفيف ضريف هنا بعد ما تشوفوه يتقال وش راح تديرو راح تطفيو النار تاعكم وتبقى وتحركو بالمغرف ولا بالفوي هذة هي علاش باش نقصو الدراجة تاع الحرارة يعني لو كان تخله سخن مليح عندما تجو تفرغو في هذو كل قوالب رايحين يدوبو لكم فهم وهنا بعد ما طفيت عليها النار والتحرك مستمر يعني باش ما يتزمج ومنطو باش نقص هذيك استرش الحرارة هذي هي هنا بعد ما نشوفوه بيا سيدة فحبازو جعني راهم ما شاء الله نبدو نعمرهم كامل يعني طريقة سهلة مهلة نبدو نعمره تجور لما غزم الجهة الاخرى كل ما تتعمر العلبة واحدة راح نفيني ونزيد وصوته للعلبة التانية يعني راح نعمره حبازو جلاتا حتى نكملو كامل حبيبات ونعاود نوليكا وهنا كاميرا كتفوه هام اللي كلوا علو بتاعنا تعال الشوكولاتا يعني اراهم وجدوكا واش راح نديرو نخلوهم يرتاحو حتى نتمسكو انجزو للنوع التاني تبعو معي منيح تاع الفارولة بنفس الطريقة يعني راح نغيرو لفلون بتاع الفارولة في الصعوليو نديرو الشوكولاتا نديرو فارولة عادي في بلادي وما نضيفوش هنا الملعاقات على الكاكاوي يعني حاليب غبلة لفلون سكر ونشاء نفس القرامج اللي درناه في اللولاني اللي ترحلي بمئة غرام بتاع الفلون فارولة خمسين غرام بتاع السكر وخمسين غرام بتاع النشاء راح نحركوهم كامل في الكسرونة نطيبوهم ونعاود نوله وهنا بعد ما طابل الفلون بتاعنا بيدوق الفارولة يعني نفس الطريقة تاع الشوكولاتا نبدو نعمرو فيهم اخفي فضريف حبا ومرحبا حتى نكملو كامل الكمي يعني قلتلكم عندما يتيب توجر طفي ولو هكذا وبقاوا تحركو مليح باش هدوك البواياتا ما يديبو لكمش هنا بعد ما امرناهم نخلوهم يرتاحوا نزيدو ندخلوهم للتلاجة مع هدوك تاع الشوكولاتا نخلوهم يتمسكو نزيدو نجوزو للنوع الثالث على بركة الله توجر نفس المقادر هنا راح نديرو فلون بالكارامل وبالنسبة للكارامل اللي متوجده داخل العلبة راح نزيدو نديروها مع الاباري تاعنا يعني تعطيلكم نكهة ما شاء الله عندنا اللي تراح ليب كيس تاع فلون كارامل يعني اللي يجي فيه اللي ترا راح نزيدو نضيفو في هادك الكارامل وخمسين غرام تاع نجا يعني خمسين غرام تاع السكور راح نستغنو عليها لاننا درنا هاد الكارامل كاميرا كوشفون نحطوا هكا بالباية الطريقة والتحريك مستمر وبعد ما كملت على الكرامل يعني سربناه كيم يدرنا في شوكولة وفرز راح نعود ونولو للشوكولة بعد ما بردو هم الأولين راح ندر لهم قارناش خفيف من الفوق عندنا شوية شوكولة وشدرتوا شوكولة وقلوا 100 غرام شوكولة ديروا 100 غرام متاع كرام فراش لما شوت مفر ديروا 100 غرام تعالي حالي بملعقة تعزي تخلوهم يديبوا غير بعقلهم هنا راح ندروا هكذا بما بدره جاري باش يتمشي لها فاصل ومن بعد راح تخلوه يرتاح يعني راح يتماسك ما شاء الله الطريقة السهلة مهلة وواضحا نكملوهم كامل نخلوهم يرتاحوا ونجزلت على الفرولة بالنسبة لفرولة وش راح ندرولو ديكو جالبي دوق الفرولة أنا كانت متواجدة عندي علبة في الدار يعني حطيتها فيكسر ونحطينا حمامائي وضفت لها شوية تعلمه باش يولي السائل ويمشي لنا فاصل بعد راح نمشيها سهلة مهلة شوفوا كفش تتمشي بالطبع نكملو كامل الكمية ونجزلت على الفرولة ونحضرولو ديكو جالب الكارامل اخفية في ذلك هنا بالنسبة لديكو جالب الكارامل وش راح نحتاجه اول حاجة عندنا مية وخمسين غرام تاع السكر عندنا تلتمية ميلي لتر تعلماء ملعقة نيشة فيها عشرين غرام وملعقة تاع اللحظة تاريقه السهلة مهلة اول حاجة هادك تلتمية ميلي لتاع الماء نحط لها النيشة واللحظة ونرحوها مليح بلو براء ميكسر هادك سكر تعنا نحطها فوق النار ونخلوه يدوب غير بالعقة وهنا بعدما نشوف هادك السكر كامل تكرمل راح نجيبه الخالط تعنا ليكان حاليب غو براء من هادك النيشة وهادك لما خلطهم نقع مليح بلو ميكسر هاده هي بعدما نحطهم ديكوش راح نديرو نخلوه يغلي مليح ما تخافوا ما والدك راح يبس دوك يعاودي تلقى راح ونخلوه يغليب بيه حاولك كيفاش راح يولي معه الملعقة تعالي حطا بنساعده شوف كفاش يولي ما شاء الله وديكوشال تعنا راحو واجد بيدوق الكهربال يعني راح نطف عليه ونجو نشوفه اخفيف هنا بعدما كمنا حطيتو هنا في الكاس عمرتو كامل بالنسبة لفلوت على الكارامل بعد ما ارتح يعني جاء ما شاء الله هنحطوا هاقده غير ملعقة خفيف دريفة ونمشيوها بكل سهولة يعني راح يمشي سهل ماهل من بعد هذا الفلوكي بردي ولي منتماسك ما شاء الله ما عندي اما نقول لك نروح معاهم كامل حبة مرحبة ملعقة ودور تحب تمشي بالملعقة اتحب تحط لي ملعقة تعاك وتمشي يعني هاقده تقلب خفيف دريفة تلقى الفلوت تعالك واجد سهل ماهل هنا راح نخله يرتاح والفلوت تعالنا واجده بكامل النكوهات في الاخر وش ندينو شوية كوكوي في ليبلو جزي في لين حمص وغير في فدريف ونشبحوا في الواسط دكار راح نخلوهم يرتاح ويبردوا ونجو نشوفوهم في النتيجة النهائية اذا كما راكو نشوفو خوتي خياتي العزاز هنا وصلنا للنتيجة النهائية شدو كامل طريقة سهلة مهلو الناس اللي تحب تختم المشاريع يعني ما تهابوا حتى حاجة سيئة واتكلوا اعلى ربي يعني طريقة راح سهلة مهلة ومع التجربة راح تزدي تحكميتكم ان شاء الله تنجحوا وربي وفق كل واحد وانتم اللي يفضرتوا وجور تفرحوا لي الاطفال ربي يحفظهم لكم ويحفظ لكم العائلة بالنسبة للفلوط تعني يعني شدوه سهل مهل الاسعار اللي راهم يتباعوا يعني الاسعار المباشرة برا را يدير ستة الاف الحب الناس اللي تعاود لبيع الاصحاب اللي ما قا يهم يبيعوا تقدر تبيعها بربع الاف حتى ربع الاف وخمسمية يعني شدوه الوصفة هادي خرجتنا تاعة كرامل تاعة فارولة وتمانية وتع شوكولة سهلين مهلة ان شاء الله تكونوا سفيتوا من هاد الفيديو اخوكم دا حمان وسما بقال يقول لكم غير وقاوا على خير وتهلوا في روحاتكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام